اشتركوا في القناة ويمكن اضافة شعار للشركة او العلامة التجارية لهذه الشركة او لهذا الفرع في نظام يمن سوفت المتكامل ما عليك الا الدخول الى هذا الفرع ادخال السنة المالية رقم الفرع مثلا واحد رقم مستقدم واحد كلمة السر ثم الضغط على موافق يتم الدخول الى ادارة النظام الفروع بيانات الفرع الحالي ثم يتم الضغط على زر التعديل طبعا في هذه الشاشة بيانات الفرع نستطيع تأديل اي معلومة نريد في الحقول الظاهرة امامكم كذلك نستطيع اضافة الشعار من خلال جعل مؤشر الموس في وسط مربع الشعار ثم الضغط بالزر الايسر من الماوس الآن نبحث عن المجلد او القرص الذي به شعار او العلامة التجارية الخاصة بالشركة فاذا نختار مثلا سي او الدي او المكان الذي يحتوي فيه ويتم حفظ الشعار فيه نقوم بضغط على القرص سي مثلا نلاحظ ظهور صور ظاهرة امامكم نقوم باختيار احد هذه الصور التي تمثل مثلا شعار للشركة ثم نقوم بعملية الحفظ ولمعرفة اين تظهر هذه البيانات التعريفية الخاصة بالشركة وهذا الشعار اذا ما خرجنا مثلا من ادارة النظام وذهبنا الى ادارة الحسابات ادخلات الاساسية الدليل المحاسبي مثلا وقمنا بطباعته سوف تظهر البيانات التعريفية الخاصة بالشركة بالشكل الظاهر امامكم اسم الشركة باللغة العربية اسم الشركة باللغة الانجليزية ثم شعار الشركة الذي تم اختياره سوف تظهر هذه البيانات بجميع سندات الصرف والقبض والقيود اليومية والفواتير وفواتير المشتريات الخاصة بالمبيعات او الخاصة بالمشتريات تظهر بالشكل الظاهر امامكم نكون بهذا قد اوضحنا كيف يمكن اضافة شعار للشركة طبعا نستطيع تعديل وتغيير الشعار في اي وقت ما عليك الى الدخول ادارة النظام الفروع بيانة الفرع الحالي وتقوم بضغط على زر التعديل ثم الضغط بالزر الايسر من الموس في وسط مربع الشعار والبحث على الصور التي تريد ادخالها ثم تقوم بعمليات الحفظ وهكذا تقوم بعمليات الحفظ